حدرتك شايف انه بعد ضغط المباريات في كاس العلم الأندية والبطولات الأبلعة وتلاحهم المباريات طبيعي انه اي فريق ما يبقاش في التوب فورم بتاعه بعدها بس المهم انه محافظ على المكسب مهم للثلاث نقاط اهم حاجة اللي انا افضل اكسب لغاية ما اقدر استجمع قوتي تاني وقدر استجمع لعيبتي المصابة لعيبتي الغيبة عني اقدر رجع كل حاجة فاعتقد النادي الاهلي ماشي في الطريق ده فيه ماتش سيمبا كان خسارة كنا نتمنى طبعا على اقل حاجة التعادل هناك ماتش طلاق الجيش كان فيه روح في الملعب بعد التقدم طلاق الجيش بهدف ندر النادي الاهلي يرجع تاني عن طريق اجيه اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو احد اهم المكاسب عودته الفترة اللي فاتت طبعا فيه بعض المشاكل في النادي الاهلي الفترة اللي فاتت او بمعنى صح يعني انا شايف السلية مثلا بعد كورونا لسه مستوى البدني لكن هو طبعا من اهم اسباب فوز النادي الاهلي وبطولة افريقيا واهم اسباب فوز النادي الاهلي بالدور المسلم اللي فات كان عمر السلية المستوى البدني بعد بطولة قاس افريقيا لسه بيحاول يرجع نفسه تاني ديانجي غيابه مؤثر بشكل كبير افشا برضو لما بيبقى في المستوى او في الطوب فورم بتاعه بيعمل شكل لنادي الاهلي بيعمل استحواز لنادي الاهلي بيعمل ربط كويس او ما بين الناحية لنص الملعب لنادي الاهلي وخط هجومه الطهر محمد طهر وعودته من الاصابة برضو مطش لطلاع الجيش عودة مهمة جدا بولية واحتياجه لحراز اهداف لكسب سكة جمهور النادي الاهلي دي كلها الفترة اللي فاتت كانت يعني دي مشاكل في فرقة النادي الاهلي بيحاول مستر موسيماني على قد ما يقدر يزبط الامور شوية بس ان شاء الله يعني ماكسب طلاع الجيش يدي دفع المواطش فيتا كلوب اللي هو اهم من اي حاجة دلوقتي لان المواطش فيتا كلوب ما قبلش اي حاجة غير ماكسب اشوف ازاي دلالات يا كابتن انه بالرغم من اصابات كتير حضراتك بكرتها يعني انا كنت اقول حضراتك قلتها وضغط المباراة اللي اتكلمنا عليه وطلاح من المباراة الا ان النادي الاهلي قادر يحقق النتيجة الايجابية نتكلم عن المباراة طبعا طلاع الجيش لان النادي الاهلي الانديك كبير عمتا ونادي الاهلي ما بيعتمد على 11 لعيب بس النادي الاهلي عنده 30 لعيب كلهم في نفس المستوى اي 11 بيعب باسم النادي الاهلي وبتشرط النادي الاهلي يقدر يغير من النتائج ويغير من شكل النادي الاهلي ويعمل فروق فردية كبيرة جدا بينه وبين اي فرقة في الدولة فعودة يعني مثلا مطش الفات كان فيه حسين الشحات في مطش السنبا ما كانش موجود حسين رجع مطش اللي فات اعتقد النهاردة انا معرفش حسين كان فيه كدمة اعتقد حال كده بس ان شاء الله يقدر يحال ان شاء الله بإذن الله ان حسين برضو قوة كبيرة جدا في خط هجوم النادي الاهلي اتمنى له التوفيق اتمنى له اللي حسين عنصه مهم جدا في النادي الاهلي اتمنى له التوفيق واللي هو يكون عند حصن ظن الجمهور ان شاء الله بإذن الله مصر المسلماني بيحاول يعمل الروتيشن بشكل كويس قوي الاصابات كمان بتكبره على كده بيحط طاهر شوية لما طاهر اتعور رجع اجعيه يحط كهرباء مكان حسين بوالية محمد شريف مكانه فهو فيه فيه عملية تدوير في نص الملعب النادي الاهلي بمتالك خط وسط قوي جدا ديانج حمد فتح السلية اي اتنين من التلاتة بيلعبه اكرم كمان معاهم بصراحة كمان يعني فيه فيه حلول كتيرة بس العنصر المهم جدا اللي النادي الاهلي مفتقده في ظل الاصابات دي طبعا هو علي معلول علي معلول طبعا يعني محمود وحيد لعيب كويس ولعيب عنده امكانات كبيرة جدا وبيتمتع بمهام هجومية كبيرة جدا وعنده امكانيات فنية عالية بس علي معلول يعني لا بديلة لا يعني انا شايف اللي هو مالوش بديل ما حدش يقدر يعوض غياب علي معلول ودي بتأثر بشكل كبير جدا على الناحية الهجومية للنادي الاهلي علي معلول لما غيابه تأثيره الهجومي واضح جدا على النادي الاهلي حل من الحلول مفتاح لها بكبير جدا للنادي الاهلي مفتاح لها بحجومي بيقدي بشكل كويس قوي فالنادي أهل مفتقد لعلي معلول الفترة اللي فاتت وأعتقد أتمنى يلحق ماتش فيتا كلابي لأنه هو عنصر مهم جدا من ناحية الهجمال للنادي الآن